اكمل معاك في حتة فنية مهمة جدا بس عايز اقول لك انا بمبسوط ان انا معاك بجانب ان انا معاك فيما كبيرة يعني بس انا محبك وانت بتشرح بصفة لاعب كورة فيه تفاصيل كده وانحنا بنسمعها احنا ممكن نقعد نتكلم كلنا في الكورة طبيعي كل الناس بتحب تتكلم في الكورة بس مهم جدا اللعبي وسفننا حاجات احنا ممكن ما نشوفهاش باننا فانا بسمعك بسمعك وايس او يعني ده انت اللي على طول اضافها وعلى طول اللي احنا بنسمعك يا ربي خداك كابت المحمد طيب السؤال اللي جاي لك موضوع مبارح ماطش الهام مديد وليفر كورة كان واضح جدا الشوط الاول انشرته بيطلع الكورة على توني كروز يعني توني كروز هو اللي بيخرج الفدع لقدام توني كروز كان بيضغط عليه هندرسون وكان قافلين عليه بشكل كويس فالهام مديد الشوط الاول كان شباها فيه خروق بالكورة الشوط التاني قال لهم هنطلع على مودريتش هو اللي هتلعنا بالكورة فالدنيا باعت احلى واليام دي بيخرج بالكورة بشكل ثالث اكتر بكرة ودي كان عيب في الاهلي في المبولات كبيرة الخروج بالكورة يعني ممكن تدفع كويس تعرف تقفل كويس بس تخرجب بالكورة وتنقلها هجوميا دايما بكورات طولية عشان مش عارف تطلع بيها بشكل كذي يطلع ازاي الاهلي بالكورة بكرة هقولك بقى على حاجة انت لو لعبت بتلاتة هتعرف تطلع بالكورة لو لعبت بتلاتة هتعرف تطلع بالكورة ومشكلة الاهلي ان فيها وقت معانا في الدوري المصري بيلعب كورة طولية كتير جدا لو انت جبت اي وقت يا كريم عمرك ما تلاقي تلات دايئة الاهلي وهي دي طبيعة الهوية بتاع النادي الاهلي هتلعب الكورة ودايما بتلاقي اللعيبك ولا بتتحرك شح ده اللي موسيماني افتقدها في الدوري المصري ليه؟ علشان بيغير كتير جدا فانت اللعيبة بالتالي كل واحد عاوز يسنت على حد فان بلاقيش يعني انا واحد مثلا كام طهر الفترة السابقة هو دخل دخل بيشارك طب بيشارك مين اللي جنبه اللي جنبه تلاقي مرة واحدة محمد محمود نفسه عاوز يسنت على حد فتلاقي وراء دفندر أفشا هو عاوز يسنت على حد تلاقي فرود حسام حسن عاوز يسنت على حد تلاقي اللي بيبتدي هجمة محمود وحيد هو عاوز يسنت على حد فهو بيعمل ايه؟ انا بلاقي مش عاوز اغلط فمافيش حد ينزل استلم هو انا عاوز شوية ادخل جور الاجواء فبتلاقي ان دايما الاني كان بلعب كورة طولية كتير جدا دوليتي الموضوع مختلف انت لو لعبت بتلاتة اما فيك تبتدي الهجمة هتلاقي على طول الباكين هيفتحوا هتلاقي السرد باكين هيفتحوا فالباكين هيبقوا طلعين له قدام السرد باكين هتلاقيه قدام هتلاقي حمدي فاتحي ينزل استلم حمدي فاتحي مفيش حد ينزل معه ان لو بلعب بفرود او فرودين هتلاقي مالباكين يستلم لو لعب بفرود الفرود هيبقى عاوز يقفل وانت فاتح ودعبها صعب جدا حمدي لو نزل ابقى فيه ثلاثة لو انت عندك سرد باكي يا كريم فتح ناحية الشمال مصر والسناوع الكورة والفرود بيقرب شوالي ونزل حمدي فاتحي السرد باكي التاني يعمل يا هيفتح ناحية اليمين هتلاقي محمد هنا هيطلع قدام هتلاقي الديفندر دخل لجوه فكرة ده خلي بالك صعب جدا على الوديد ان هو في جزء من الثواني يلحق ايته مركز مش تحيل مش تحيل هي دي بداية الهجمة ان انت بتنقل على طول عشان كده بقولك وجود حمدي فاتحي هتلاقي بينزل استردام النص ولو قفل عليه هتلاقي حد من استدابكات فتحة فصعب جدا ان انت تعرف تقفل على الآلف بداية هجمة لو عملت الطريقة دي طريقة دي ولازم تبتدي كده لو لعبت كرة طولية أنا بقى وجود عمل السلية على قد ما هو بيطمن وعمل السلية فعلا هو الورقة اللي ما فيش شبه لها في الأهلي بس دايما لما بيشارك عمل السلية هو بيقول له دي كرات طولية هو بيعملها أحيانا كثيرة كويسة بس دايما كرات طولية كتير الأهلي في مباريات كثيرة ده في مباريات وفاكستيف التانية على ما أتذكر لو مش الأولى لعب كرات طولية كتير جدا كتير أوش كتير خلينا نقول على حقه عادي اللي بلعب كرات طولية بلعب كرات طولية نلم هيا restricted يعني على فكرة لو انا الكرة جايلي مالينش هاجة هاخد حاجة يعني هما التلق كرارات يقرار ان انا عدى هما دو تلقى كرات ففكرة ان انت عدم التحرك فليه دايما ان ما افسى بيلعب ما بقاش في كرة طولية وبيستلم وهوا اللي بي اعمل كرات طولية وعلى فاكرة أنا ساحات باجي انتقده جدا إن هو قفشة المفروض يستلم من ورد في اندراته قفشة كل بيروح ناحية الباكريات وباكليفته بتقفر على الناس كتير جدا دي طريقة قفشة عشان كده ما بيلعبش توقتي في ندلقائي لو عمل كده هفر معاه جدا جدا وعلى طول الكرة التانية هتليبي أخدها فالسولاية بيعمل كرة التولية حلو جدا يا كريم بس أنت ممكن تعملها في أوقات معينة من نص الملعب وما تيجي تعملها بتعملها مش كرة طولية تعمل سروب باس على جنب الأجناب يعني يا جنب الأجناب يا مهدم رايح لكن فكرة أن أنا أول ما جاء ينزل استلم الكرة ولعبها طويلة أنت عندك مين بيلعب بالنوع في العالم مفيش يبقى أنت بتعمل كرة طولية يلعب على الأرض بصوصة أنت عندك سرعات وعندك لعيبة بتاعرف تقف تحت الضغط خلي بالك أصعب حاجة في الكرة استلم تحت الضغط استلم تحت الضغط دي أنت عندك محمد شريف من كترة ما هو سريع فهو بيستلم تحت الضغط فصعب أنك تأخذ من الكرة برسيته نفس الكلام حسام حسن إما يبقى فيه إما كان في سموحة كان بيعمل نفس الكلام ففكرة تستلم تحت الضغط دي كويس اطلع وبدل ما تلعب كرة طولية اطلع على الفروت ودي خلي بقى الجومة اللازم موسيماني ينفك أن يبقى عملها يعني هتديك مثال بسيط كده جوزي كان بيعمل دي وفيه فعلا ساعات في أوقات معينا كان بيعمل تاكتك التاكتك اللي بيعمله مثلا الباكرايت بيستلم فبيروح طالع فيه متشاط ساعات مثلا أبو تريكا أو براكات بيتمسكه دايما ايه التاكتك يروح جاي لعبها اللي عمد مثال أو أي الفروت كان موجود بيروح عمل أكي أنه يستلم من جنب الأجناب بيفوتها يا كريم هو عارف خلاص ده انت أوتوماتيك بيفوتها انت عندك السرداج بقى في ظهرك فانت بتعمل أكي أنك تستلم وخلاص انت عارف بيجي مين وراه فلافيو فلافيو على طول انت خلاص أنا من الحتة بتاعت الماركينج أنا دلوقتي بيتراكين لفت خلاص سبقتك فبيجي على طول أي فرق طلعب أربعة فأنا عمل أكي أنها يستلم وروح على طول مفوتها يجي فلافيو رح تطهولك بتروح انت أوجه فتحت مساح اكبرتهم من يفتاح مساح وده دايما السؤال بالنسبالي على النادي الأهلي لما كان دايما مسيماني يواجه تكاتلات دفاعية في الدولة أو يبقى فيه مشاكل انه مش عارف فيه اختارك وكان نتكلم على الموضوع دا دايما فيه تكاتلات دفاعية قدام النادي الأهلي موضوع تاكتكس اللي بيفك التكاتلات دي زي أي فريق في العالم انت ممكن تلعب الطبيعي أنه أي فريق في العالم هي لعب قدام الأهلي بشكل أو يعني في أفريقيا أو في الدولة المصر هيلعب قدام الأهلي بشكل دفاعي فأنت شغلك بقى أنت كمدير فني إنك إزاي تفك الدفاع ده وتعودهم يعني خلي بالك التمرين هو بيبقى في الآخر عادة أوتوماتيك يعني وده فعلا كان بيعمله أنا بقولك على وقع أنا عشته أول ما روحنا كانت الفرق كلها بتدفع قدام الأهلي كان كل التمرين بتاعنا إيه؟ عبارة عن أنت إزاي يبقى فيه اختراقات وإزاي تكسر الاختراقات دي تفتح الملعب فيه تصويبات فيه على طول تبادل على طول فيه تكتكس من الحاجات اللي أنا شرحتها لك فالكلام ده كله ده بيفرق جدا الكلام ده في الدوري في أفريقيا أنت عندك النهاردة الفرق بتلعب بأربعة وهم عندهم داري ده لعيب كويس سيردباك كويس لكن السيردباك اللي جنبه اللي هو أيوب عمنود؟ لا سيردباك اللي جنبه اسمه أمين فرحان 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 اللي هيلعب الفرد اللي هيلعب سواء بيرستا ومحمد شريف فرحان داري هو اللي بيغطي عليه إما بتلعب بأربعة لو أنت بتلعب بثلاثة ونصف ملعبة كريم لازم بثلاثة ونصف ملعبة يربطوا مع الفرود أنت ما فيش حد قدام أنت عندك جنب من الأجناء بعندك أحمد عبدالقادر أو حسين الشحات لو هيلعب ويلعب محمد شريف أو بيرسي تو أي أن كان يعني لو حسب الطريقة أنت كفرود لازم تبقى أنت متفق مع الثلاثة أن يا جماعة أنا هنزل استلم وبعمل فنت وارجع هتبلعب أربعة وإنت سريع فأنت أي لونج باس تعمل لك أنت انفراض خصوصاً أنه هما برضو زي ما أنت بتطغط من قدام هما هيوا في أوقات معينة هما هيستغلوا الجماهير فيبعوزين يضغطوا هتلاقي مساحات في ظهره وده الزكاء إما تلاقي مساحات مش لازم لونج باس اطلع ولعب سرو باس وما لو مثلا بيرسي تو راح لحة ليمين حسين بدخله جوه بيجي أحمد حبدالقادر لازم التاك تاك تاك تا بيبقى خاص أوتوماتيكا كريم بالعين من غير الكلام بتشوفه صح